طب كيكة الجبن هنحتاج فيها ايه؟ هي هي زي كيكة العادية بس طبعا هنشير السكر من الموضوع و هنحط مكان المكونات مثلا لو حاطين شوكولاتة او فاكة هنحط جبن طيب عندنا جبنة متزاريلا وعندنا جبنة بارمجان وممكن نستبدلها بجبنة رومي وعندنا كمان كريم تشيز وطبعا ممكن نزوقها بقدر بقى الكريم شانتي نعمل ايه؟ كريم تشيز نزوق بها نحطها كده في كيس حلواني ونزوق بس هنرض عمين كيكة سهلة وبسيطة ونفشع ايه حاجة خلاص؟ تعالوا بقى نبدأ بيها بيت فانيلا بيكن باودر زيت لبن دقيق وكمان عندنا جبنة كريمي جبنة بارمجان جبنة متزاريلا وعندنا كمان جسط طيب حتخليت عموها حلوة قوي وملح وفلفل اسود يلا البيت جسط طيب فلفل اسود الملح خلاص هنحط ممكن خل مكان الفانيلا ما هلقس وننق قوي يعني ماشي اهو بس كده كده عملنا السوائل اللي هي ايه البد مع الملح والفلفل اسود وجسط طيب ومعلقة صغيرة جدا من الخل هبتدي دلوقتي اعمل ايه المواد الجافة اللي هي الدقيق مع البيكن باودر مع رشة الملح خلاص اقلب وقبل ما حط الدقيق على طول هجيب الكريم تشيز واحطها كده نضربها برضو ايه بالمضرب نخلص ضرب هابتدي احط الدقيق هبس كده كل ما نضربها كل ما ايه ما نخفقها كويس كل ما نضمن انها تبقى فلافي وحلوة قوي طيب اهو كده اهو اهو جيبنا متزللة جيب اي قالب كيك عندي اي قالب بس انا هحطله ورقة زبدة عشان دي اطلع عندي ايه بسهولة اي قالب انا عامل النسخة بطريقة ودي هتبقى بطريقة تانية في الاخر المهم نفس الطعم يبقى حلو كده هحط نقطة زيت رغم ان ممكن ورق الزبدة ما يحتاجش اول ان احنا نحط زيت بس انا بقول لكم عشان لو انتم اول مرة تعملوها لا احطوا نقطة زيت عشان تضمنو بس انها هتطلع كده هو ميزة ورق الزبدة انها هيدمن لنا بزيت اللي اول ما نعملو كيك هيدمن لنا الناحية هتطلع زي ما هي كده بس هنستنى هتبرد طبعا شوي ماشي؟ طيب هبتدي بقى نزلها كده هتطلع لدرجة مية وتمانين او متين لمدة أربعين دقيقة موسيقى